فيروس كورونا فيروس جديد معضي يتسبب في مرض تنفسي فيروسي أعراض الإصابة بالفيروس تتمثل في الحمى، السعال، ضيق التنفس، التهاب رئوي غير أن بعض الأشخاص قد لا تتبين فيهم الأعراض ظهر فيروس كورونا لأول مرة عام 2012 في المملكة العربية السعودية لينتشر بعد ثلاث سنوات في عدد من الدول مؤخراً انتشر الفيروس بصفة واسعة في الصين وأدى إلى وفاة 56 شخصاً وإصابة 1975 آخرين كما سجلت إصابات بكندا، تايلوندا، ماليزيا، فرنسا، أستراليا، اليابان، وبلدان أخرى في الجزائر اتخذت وزارة الصحة مجموعة من الإجراءات الوقائية عبر وضع جهاز من أجل مراقبة فيروس كورونا حيث تم تزويد المطارات به وقدمت تعليمات لجميع الأطباء لتعزيز الوقاية والتكفل بالحالات عند ظهورها ينتقل فيروس كورونا عبر الجو أو الإفرازات أو الأجسام الملوثة وقد ينتقل من شخص لآخر قبل ظهور الأعراض في ظل غياب دواء أو لقاح موجه ضد فيروس كورونا ينصح المختصون بالوقاية منه عبر غسل اليدين جيدا بشكل متكرر تجنب لمس العينين، الأنف أو الفم بأيدي غير مخصولة تجنب لمس أشخاص قد يكونون مصابين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة